فما كانت شرطة الحدود على مستوى منظر هواري بومديان في الساعات الأولى لنهار اليوم من توقيف مصافر من جلسية جزائرية وبحوزته 80 ألف يورو كان يصدد بصدد تهريبها بطريقة غير شرعية إلى أحدى العواصم الغربية العملية جاءت إثر تفتيش روتيني عبر جهاز أسكناخ هذا وكانت مصالحها الجماركية تونسية على مستوى المركز الحدودي قلعة السنان المقابل المركز الحدودي الجزائري المريج بولية تبسة من توقيف جزائري عطر بحوزته على مبلغ من العملة الصعبة يقدر بأزيد من 140 ألف يورو أي ما يعادل مليار ونصف المليار سنتيم بالعملة الوطنية كانت مخبأة بأحكام داخل المركبة التي كان على متنها من نوع بجود سانسيت رفقة شخص آخر حيث تم توقفهما ووضعها رهن الحبس المؤقت في انتظار استفاء الإجراءات القانونية وبالموازات مع إبلاغ الجزائر حسب القضية القوانين المتمخضة عن اتفاقية مبرمة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر